خلينا نشوف الطاقة تبعة برج القوس كيف حتكون شو مركز تفكيرهم هاي الفترة محور تفكيرهم افعالهم الطاقة بشكل عام لبرج القوس برج القوس من الابراج الناجحة جدا بالحياة اه طلعلك نفس الكرت اللي قبل شوي رح يكون شهر عاطفي بانتياز خلينا نقول ممكن يدخل شخص جديد لحياتك يشرق لك قلبك او فيه معجب معين لو فترة عم بيحاول معك انت عم تعطي الفرصة هاي الفترة اه ممكن يكون هذا الشخص اصلا قديم ويرجع يقدم لك اه كاس الحب من جديد فرح تكون اهتماماتك اكتر اشي هاي الفترة في الامور العاطفية او طاقتك رح تكون مركزة على الامور العاطفية خلينا نشوف ازا بهاي الفترة شو ممكن الورق يكون نخبيل لنا لبرج القوس ان شاء الله تكون ورق ايجابي نبرج القوس بستاهله كل الابراج بستاهل طبعا ان شاء الله تكون مركزة على الامور العاطفية في قرار يا برج القوس لكن كتير مأجله بتوقع انه على الصعيد العملي وحتى ممكن يكون على الصعيد العاطفي ولكن رح تاخده في هاي الفترة خلينا اذكر الطاقات قبل ما انسى في عندنا برج الاسد برج التور برج الحمل اه ممكن يكون ميزان هذا البرج كمان اه في عندك اه هوائية طاقات هوائية طاقات اه هوائية كتيرة في عندك اكتر اشي وفي ترابية في مائية فهذا بشكل عام القراءة ممكن تكون عكسية حبايبي اذا كانت عاطفية وهي عامة بالعموم يعني ممكن تنطبق عليك وممكن ما تنطبق عليك فعادي جدا هاي مو قراءة خاصة قراءة عامة شايفتلك امنت لشخص يعني كتير 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 بالفترة الماضية وهذا الشخص ما كان قد الثقة هذا الشخص خلينا نقول مش غدر فيك لا ما كان قد الثقة مش لهالدرجة انه غدر فيك يعني ما بتوقع انه غدر ولكن ما كان قد هاي الطموحات اللي انت كنت بانيها عليه شايفك من بعد ما اعطيته كتير اهمية وكتير كزا شايفك لا اخذت خطوة لورا بعد هيك او عم تاخد خطوة لورا عم بتراقب الامور من بعيد وهذا اشي كتير عقلاني اشي كتير ممتاز عم بتقيم الامور بعيدا عن القلب والعواطف عم بتكون بتشغل قلبك وعقلك هاي الفترة مع بعض عم بشوف احيانا بتكون عندك طاقات سلبية مثل حسد عم بتكون العين عليك كتير يا برج القوس انت بترائبه والله وهو برائبك في شخص ممكن يكون في العمل او في العاطفة انت بترائبه وهو برائبك انت بتهتم لشأنه وهو بيهتم لشأنك في مراقبة ما بين المواضيع في محكمة معينة رح تكون النتيجة فيها لصالحك انت اكتر شايفك في عندك كارمة او في عندك انتصار من بعد معركة مع هذا الشخص هذا الشخص ممكن يكون في العمل وممكن يكون في العاطفة شايفيت لك انه رح يكون في رجوع لحق رجوع حق للك من بعد هاي المخاصمة او من بعد ما تاخد في حق منك في عندك كمان غير موضوع الكارمة في عندك رزقة معينة جاية من شغل جديد من مشروع جديد ممكن تكون من نفس العمل اللي انت فيه لان شايفيتك عم بتركز شوي كمان على المادة هاي الفترة عم بتحاول تحوش عم بتحاول بدك اما تشتري مسكن اما تعمل شي مفيد اكتر عم بتحاول توازن ما بين العاطفة والعمل من بعد فترة ما كنت كتير عم تهتم بالعاطفة اكتر من العمل عم بشوفك كتير عم بتتوازن بين الامور بتوازن بينها شايفيت لك فيه شخصين او ثلاث عم بنقولو لك كلام مش مزبوط عم بيحكو لك شغلات مش مزبوطة او هم عم بيحسدوك يمكن او عم بيحكو عليك كمان بشكل مش مزبوط وممكن يكونوا من ابراج هوائية او ترابية فكون حذر من هدول الاشخاص كمان هذا الكرت ممكن اشوفه انا عاطفي خاصة انه هذا ايجي فوقه في شخص بيرقبك في شخص بيحبك كتير ولكن ما عم بيظهر هذا الموضوع ولكن قريبا رح يجي ويقدم لك كاس الحب خلينا نقول او العواطف اللي كنت استناها منه ولكن وقتها رح تكون انت شوي مسكر قلبك شوي شوي يمكن ترفض هذا الموضوع انا حاسة فمش عارفة حاسيتك مش مرتاح لهذا الشخص او لرجوع هذا الشخص او لوجوده حتى في حياتك خلينا نفتح كمان على العاطفة شفت كمان بالورق في سفر في سفرات مش سفر لبرج القوس وفي نجاح على الصعيد العملي الدراسة اكتر اشي في نتائج حلوة بالدراسة لبرج القوس اسفل اه في اول فترة ممكن تكون شوي حزين ممكن شوية تكون اه شهر عاطفي بامتياز شو شو طلعلك يعني احلى من هيك وراء ما بتتوقع انه يجي عم بيكون في اكتر خلينا نقول مشاعر بتزداد قوة بينك وبين الشريك في امور ما كنت اعرفها هو رح يصارحك فيها اه مش انه كان يخفيها ولكن كان مستحيح يمكن يحكي لك اياها او كزا بس اه الشمس رح رح تشرق على علاقتكم اه شايفيتك منتصر في هذا الموضوع اه وكأنه مش انت اللي رح تعمل الاكشنز مش انت اللي رح تشتغل من بعد ما اشتغلت كتير على هاي العلاقة خلاص تعبت ووقفت فشايفي انه الطرف الثاني هو اللي رح يشتغل على الموضوع اكتر شايفي في طرف ثالث عم بتفرج من بعيد لكن مش عاجبه اه الموضوع والسعادة اللي بناتكم اه فشايفيتك ببداية الفترة شوي كنت مكتئب ولكن على اه مر يعني مع الوقت في هذا الشهر اللي ذكرنا هاي الفترة اه عم بتتحسن الامور النفسية اه عم بتحس انك متملك الشريك وفعلا رح يكون بين ايديك وهذا الكرت ممكن يكون على فكرة مشكلة عندك بتشاكرات او مشكلة يعني اه طاقة سلبية ممكن انت تكون مش حاس عليها او مش عارف اه انو عندك اه طاقة سلبية فام يعني تشيك اه تستشفي اذا كان موجود هذا الموضوع اه عم بشوفك اذا منتصر في العلاقة العاطفية وفي بداية جديدة للعزاب بداية حلوة ممكن تكون من شخص اه برجه ترابي او ناري شخص عم بيقرب شوي شوي منكم فحلو انه تعطوه فرصة هاي الفترة شوف العقل الباطن لالكم شو هاي الفترة رح تكونوا مركزين على شو اكتر شي محور تفكيركم او الامور اللي شغل بالكم اه اكتر شي الموضوع العاطفي شايفي انه رح يصير فيه متل تلاحم اه بينك وبين اه هذا الشخص اه في هاي الفترة اه عم تحكي له شغلات ما كنت تحكي له اياها هو عم يحكي لك شغلات ما كان عم يحكي لك اياها فعم بشوف تقارب عم بشوف اه متل اصلاح للموضوع متل اه تطور فشي كتير عم بشوفه حلو هو عم بيحاول يتقيم تلكك من بعد ما خسرك او من بعد ما خاف انه يخسرك فكرت حلو شوف ازا فيش تحذيرات لبرج القوس هاي الفترة صي ما قلتلك في عندك طاقات سلبية انت محتاج انه تنظفها بحالك اه ممكن تكون حسد عين سحر ما بعرف اي شي بس اه شايفتك عم عم بتكون على خير هاي الموضوع هاي الفترة عم بتحاولوا عم هاي المحاولات عم بتجيب نتيجة اه ايجابية فهذا التحذير كان اه بالنسبة لالت نشوف شو ممكن يعطينا مصيحة او شارة او اي شي شوف شايفتك عم تدخل اه الروحانيات اكتر عم بتطبق قانون الجذب يمكن عم تتعلم اه بهذا الفيلد عم بتكون بهاي الفترة بتحاول تكون او بتحاول تتعلم كتير كيف بيكون كيف بتكون القانون الجذب كيف الطاقة الكونية بتشتغل اه فعم بشوفك بتفوت في هاي الامور الروحانية كتير 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 يا برج القوس وهاي بالفعل رح يعني انت بحاجتها بالفعل هاي الامور فأنا بشجعك على هذا الموضوع طبعا والوراء بشجعك رح تبلش دورة جديدة دورة كلاياتها خلينا نقول حيوية اه اخبار حلوة سايكل حلوة رح تنتهي يمكن من فترة الاكتئاب او الاحزان او اللي اجوك ورا بعض ورا بعض كلاياتهم اه فبداية حلوة عم بقولك فيه كتير بداية اما مع شخص معين او اه بشكل عام بداية اه جديدة في حياتك كرت كتير حلو اه بقولك فيه احلام او شغلات او امنيات انت كنت عم تحلم فيها وعم تتحقق هاي الفترة بس المطلوب منك اللي هي الطاقة الايجابية والتفاؤل وعدم السوداوية عدم التشاؤم اه يعني من هذا القبيل شكرا